لم يكن يوما عاديا بالنسبة للطالب صابر سالم عندما فتحت جامعة شبوى أبوابها مطلع سبتمبر الفائت ليكون من أوائل الملتحكين بها بعد أن كاد حقه في التعليم أن يقتل في مهده الطالب صابر كان يعيش هاجس وقف تعليمه الجامعي نظرا لعناء السفر إلى المحافظات الأخرى ومصاريف السكن والدراسة لكنه بعد افتتاح الجامعة شق طريقه على خط التنوير والمعرفة جامعة شبوى أصبحت حقيقة بعدما كانت حلم لأبناء المحافظة فهي الآن مفتوحة للأبواب لكي يدرسوا فيها وتوفر عليهم عناء السفر والذهاب إلى محافظات أخرى وتقلل التكاليف عليهم إلى حد أدنى وتكون في أجواء دراسية مناسبة بالقرب من أهلهم وذويهم كليات عدة تضمها الجامعة أبرزها كلية النفط والمعادن والتربية والتعليم والطب والعلوم الصحية والاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية الحاسوب وتقنية المعلومات حيث يدرس فيها حوالي 2300 طالب وطالبة من المحافظة والمحافظات الأخرى بتوفي من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ثم بجهود كبيرة بذلت من قبل قيادة الجامعة وطواقمها الإدارية وتدريسية وبداع مباشر من السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد صالح بن عديو تم البدء في الدراسة بجامعة شبوه لهذا العام بستة كليات ثلاث كليات سابقة كانت تتبع جامعة عدن وثلاث كليات مستحدثة هذه الكليات الجديدة اتخذ مجرس الجامعة قرار بإنشاها بناء على تقارير الجامعة متخصصة ورش عمل عقدة المناقش التقارير أفضت هذه الورش إلى توصيات أن هناك تتوفر مكانيات ومقومات لإنشاء هذه الكليات وتحديدا كلية الطب العلم الصحية من مختبرات ومستلزمات إلى آخر وكهدر تدريسي هذه الكليات أحدث تنقلها الجامعية في المحافظة وفرت على أبناء المحافظة خصوصا من الطبقات الذات الدخل المحدود والذي كاننا عانوا من صعوبة الانتقال لمواصلة دراستهم في عدن وحضرهمها تغير المحافظات وفرت لهم فرصة للتحاق بهذه الكليات جامعة شبوه التي أنشئت بقرار عام 2010 إلا أنها لم ترى النور إلا هذا العام بعد مساء حثيثة من المحافظ بن عديو الذي خصص لها أكثر من مليون دولار من حصة مبيعات نفط المحافظة هذه الجامعة كانت حلما بالنسبة لأبناء المحافظة لكنها الآن أصبحت حقيقة في ظل ما تشهده المحافظة من عملية تنموية كبيرة في شتى المجالات حسن البوركي لقناة سهيل من محافظة شبوه